سؤال من فتاة تقول صلتنا شبح منقطع بأبي زوجني خالي بعدما عرفت من أخوات البنات أن والدي قال إن كنت موافقة على ذلك العريس فليزوجها خالها أنا لا أعلم قصد أبي من هذا الكلام وقبلت أبي في يوم قال لي تزوجتي بدون رضائي ووكلت خالي قلت له يا أبتي أنت من وكل خالي وليس أنا وقلت لأختي فليزوجها خالها مع العلم أن أبي قد قال تلك الجملة في أكثر من عريس سابقا ويد أنا أعرف هل يكون أبي قد وكل خالي بزواجي يا بنتي الله أعلم أنا لم أقل مع أبيك عندما قال هذه الكلمة لابد للفتية في مثل هذا من سؤال الأبي عن لفظه وقصده وعن بصاط الحال الذي احتف بعبارتي هذه حتى تكون الفتو على بصيرة لكن أقول لك الخال ليس من العصبات ليس من الأولياء في عقد النكاح الأخوان من ذو الأرحام وذو الأرحام ليس من الأولياء في عقد النكاح الولاية للعصبة والعصبات الأباء الأبناء الأخوة الأعمام وأولادهم فهؤلاء هم العصبات فيهم الولاية في عقد النكاح لكن لا شك أن للولي وهو رب أن يوكل من شاء إن شاء الله يوكل الواحد في الصين الشخص الذي له أن يمارس العقد بنفسه له أن يمارسه بالوكالة يمارسه بالأصالة أو يمارسه بالوكالة يفوض فيه من شاء ويصح العقد فعلى كل حالة يا ابنيتي ارجعه إلى أحد من الوسطاء الشفعاء الوجهاء المحليين يتكلم إلى الوالد ويتفهم معه لكن أقولك يا ابنيتي إذا العقد تأكد بالدخول لا تبحثي كثيرا لأن العقد إذا تأكدت بالدخول لا نبحث في نقضها بل نبحث في تثبيتها لو فل حتى أنه هو نفتد أن أنت تزوجتي بغير ولي نصح عقدك على مذهب أبي حنيفة لا نفعل هذا قبل إبرام العقد ولا عند إبرامه لك إذا وضعت الفاس في الرأس كما يقال وتزوجنا ودخلنا واصبحنا عندنا أولاد ندورتان في المغنى لا نحن كنا تزوجنا غلط وأولادنا غير شرعين لا 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 إنما إذا تأكد العقد بالدخول وأمك تصححه على مذهب من المذاهب المعتبرة لابد أن يصحح ويندب في هذه الحالة دعوة الولي إلى تصحيح هذا هذا العقد إن استطعنا إقناعه بذلك بارك الله فيكم لا إله إلا الله ترجمة نانسي قنقر